الموقف حتى اللحظة وبحسب معلومات الحدث بأن الجيش السوداني أو الحكومة السودانية لن تشارك ووضعت هذه المشاركة رهن عدم توسعة المنبر وعدم وجود الجهات الأخرى كمراقبين بحسب معلوماتنا بأن الحكومة السودانية لن تشارك حتى اللحظة في مفاوضات جينيف بهذه الأسباب التي عددتها أيضا حسب المعلومات الأخرى ورغم المطالبات من الجانب الأمريكي في اليوم الأول والثاني للحكومة السودانية بضرورة المشاركة وجدت خطوة الحكومة السودانية بفتح معبر أدري على الحدود السودانية التشادية وجدت الثناء من الجانب الأمريكي والجانب السعودي والجانب القطري هذه الخطوة أيضا اعتبرت بأنها خطوة متقدمة في مجال فتح المساعدات الإنسانية خاصة وأن ممبر جينيف يركز وبشكل كبير على هذه النقاط الجوانب الإنسانية ومن ثم تطوير هذا الاتفاق أو هذا الممبر إلى جانب وقف إطلاق النار أو وقف العدائيات ما بين الجانبين رغم أن الجيش لن يشارك حتى اللحظة في هذه المفاوضات الدعوات الأمريكية ما زالت مستمرة للجيش السوداني والحكومة السودانية بضرورة المشاركة لتسهيل هذه المفاوضات والوصول قدما نحو اتفاق يفضي بدخول المساعدات لجميع البناطق المتضررة في الأقاليم السودانية المختلفة أيضا بحسب معلوماتنا أن هذه المفاوضات حتى اللحظة تجري ما بين الفاعلين الدوليين في هذه المفاوضات وحتى اللحظة لم تلتقي الوفود الدولية بقوات الدعم السريع باعتبار أيضا أن وفد الدعم السريع قد وصل إلى جنيف منذ بداية المفاوضات أو المباحثات بجنيف ربما في الأيام القادمة ستكون هناك اجتماعات بخصوص الدعم السريع مع الوفود الدولية من خلالها يتم بلورة رؤية ولو بالأحرف الأولى من خلالها تتضح معالم هذه المفاوضات ومن ثم أيضا من خلالها سوف نستمع إلى رد الحكومة السودانية فيما يخص هذه الخطوة قوات الدعم السريع كانت قد خرجت ببيان قبل اللحظات وأشارت إلى أن معبر أدري على الحدود السودانية الشادية هو يخضع لسيطرتها وأنها تساهم بشكل كبير في دخول المساعدات الإنسانية وهذا ما اعتبرته من واجبها بحسب البيانة ترجمة نانسي قنقر